النجمة ينشي كوان برحب بيك معي فوشيا مبدئياً كده الستايل بتاعي جزء من البساطة بتتعمدي المرة دي هل ده عش المرة تصابقه ولا انتي حابة لا انا بقيت انسانة بسيطة جداً وبحب البساطة ايه قوليلي بتعمل ايه النهاردة ايه ده نهاردة نفس فوستان من فيكتوريا باكم ذات كونسب ستور من دبي وجاز ما هو يسال وحسيت انه هو يليق على المكان في أشيء enfim شئاً райسنا وش supermarket انتطلعتك في الميد غالة كنت مختلفة شوية وطلعتك في الميد غالة الكتب مختلفة شوية وانت كمان قدمتي لا service حращ ما اعتنى للاطلاط النجمات ازاي هناك و hose اقتر حاجة شادتك وانا مشوفتاش حد انتوقت علمسر ومنى طللي اللوات خيارت تلات مرات لو مش عالفة لو عارف لانعم لابست حاجة فور الرب كريل كنت لبسه رالف لورين درس وانستيج بدأت بميزانيية وبعد كده لبست توني ورد عايزة أكلم فكرة الصراحة بتاعتك والصراحة بتاعتك دي اكتسبتها منين مبدأي اكتسبت منين الصراحة هو الصراحة بتاعتي أنا ما كنتش عارفة ان الصراحة بتاعتك قد جمد قوي كده لانا كل ما بطلع حتى بطلع على انتروفيو وبطلع على فانل تاك أو حاجة كل الناس بيك بتقول لي او مي جود صراحتك بص المشكلة للناس في ناس بتشوفها كفاني انه حاجة بتوري ضعف الشخصية وفي ناس بتشوفها كهوبة شخصية أنا بالنسبالي زي بتخليني قوية ان أنا بتكلم أنا عايزة وري الناس طبيعتي دي حقيقتي وانا الطريقة الوحيدة اللي أقدر أوصل لك أو أوصل لأي حد لما انت تتصدقني بس يعني مش معقول نجمة كبيرة وتلع طول سنة 38 سنة كتير لما حد بيصل دي مش حابب أتكلم مش عايزة تكبر نفسها من ناس كتير بيبلاعة وطبارات مختلفة مش عايزة تظهر دم الجمهورة إنها كبيرة يعني كسنة أنا بالنسبالي أحلى حاجة لما بقول للناس عندي 38 سنة ويقولوا لي إذا شكلك أصغر فليه أحلم نفسي من حاجة زي دي كان ليك تسويح برضو أنا حقيقة بحب و بحب صراحتك فيه فكرة اللي انتي مبقى يجبه تعرفت البيس كوايس بس يعني ممكن يحصل مش عايق فكرة تحرش أو فكرة كلمة مش كوايسة مؤخرا تداركتي ده إزاي بس هي مش قصة اللبس بس أنا عمري ما قلت إنه اللبس هو اللبس حاجة والتحرش حاجة أنا كنت بكلم بوقتها أنا أسبوخاش إنه التحرش بيحصل لناس كتير للأسف ولازم والمهم إنه إحنا للستات تقدر تتكلم بس على السوشيال ميديا للأسف طبعا جايلي أكيد انتقاضات كتير عشان يمكن بلبس لبس سجاري وأنا عمري ما قلت إنه ما لبس لبس سجاري وأنا This is my style This is who I am آخر حاجة عايزة أكلم فكرة أولادك وإعلاقتك بأولادك أنت عاملة إزاي وفكرة أنت دايما بتحبي تتصوري معهم وتظاهري معهم هم بتتعاملي معهم إزاي وفكرة هم متقبلين فكرة أن أنت دايما ممكن مشغول عنهم في تشوير أو في حاجة بس صراحة أنا أنا أولادي بالنسبة لي أنا مش أمهم أنا صديقة وأنا حب أبقى صاحبتهم عشان عايزةهم يحكوا لي كل حاجة وبقرائبة منهم أيوة صح أنا بصور بصور كتير أو بشتغل كتير بس بدي وقت لما ما فيش تصوير أنا ما فيش يوم ما بوصلش المدرسة ما فيش يوم وبجيبهمش من المدرسة بنيمهم بتعشى معاهم فحريصة جدا أن أنا لما بقى موجودة بديهم كواليتي كواليتي تايم فطبعا الإحساس الجلت موجود دايما في أي أم ده حاجة طبيعية حاجة الشيطة أقول عليكي يعني فكرة جمالك منعك من أدوار أنت حبها ولا لا صراحة بالنسبة بس أنا هقولك حاجة أنا حاسيت أن أنا بتحط دايما في حتة معينة عشان شكلي أو طريقة لبسي أو whatever it is الناس مش هايزة تديني فرصة أوريهم حاجة تانية فمستنية الشخص داله هو يقول لا ممكن إنجي تطلع كنتي عاصلين كتير ما تشتغليش لو أنت دال يبقى حسن مش بدايق مش مدايقني جديد ليك المطرقية وتحضرينه سواء هنا أو فضوة لا أنا خلص دلوقتي كنت بصور في الأردن وصورت في إيطاليا وإن شاء الله الفيلم حينزل في روم الفيلم فلس ما يفعش الكلم على اليوم كتير بس انتظروني شكرا جدا نورتي شكرا جدا شكرا جدا